ما بعد بقى التقدم في الموسم بما أنه حمص اللي على الأقل الجمهور بيرتح شوية فيمكن نهد الجمهور فيهدو على اللعيبة فاللعيبة تظهر بمستوى كويس هل حد عرض عليك ترجع الموسم ده؟ هو كان فيه كلام بيني وبين كابتر عماس سليمان كلمني وإن أنا أرجع لكن أنا أتكلمت مع كابتر عمادت وكابتر عزة أرجع يبقى فيه صلاحيات ويبقى ليه أدور وكده كان عايزك في اللجنة الفنية ولا في الجهاز الفني؟ كان في الجهاز الفني كان بيفكر أن الجهاز الفني كان اللي هو الحالي يوفيتش مع يوفيتش؟ اه كان يعني كان أنا كابتر عاشف خدر يعني كان إحنا الاتنين كان بيفكر فينا وكده كان من ضمن الاختيالات يعني لكن أتمنى كل التوصيل للجهاز الفني والدعم والمساندة للجهاز الفني ولللاعبين إن شاء الله أتمنى أن كل واحد يقوم بدوره ويبقى فيه إتقان في العمل فيه إصرار فيه التزام كله أحد يحس بالمسؤولية الإدارة تدعم الفريق فيه دوافع اللايحة التلات منورات اللي جايين دولة تبقى ليهم لايحة خاصة إزاي؟ يعني إزاي أنت عندك تسع بونت مفيش مستحيل فكرة لو حققت التسع بونت يبقى ده ليهم رقم معين حققت سبع بونت حققت ستة بونت ده يبقى ليهم رقم معين الجهاز الفني ليه دور كبير جدا يعني رجع ثقة اللاعبين فيه دور نفسي ودور اجتماعي وغير الشغل طبعا الملعب اللاعبين عليهم مسؤولية كبيرة اللاعبين لازم إنكار ذات مش مهم من مين يلعب المهم اللي احنا نادي إسماعيلين نخرجه من الأزمة اللي هو فيه فده مهم جدا التكاتف والجميع الجماهير لازم تصدر طاقة إجابية اللاعبين بندعم النادي نادي إسماعيل نادي كبير مش ما كانت نادي إسماعيل اللي هو حلوة كلمة طاقة إجابية دي كابتن حمص لأنه كل اللي خارج من الإسماعيلية طاقة سلبية الجمهور زعلان النتائج وحشة التساؤلات في الإعلام الإسماعيل يهبط ولا إيه؟ فده كلها طاقة سلبية صح؟ أكيد ده طبيعي يعني حق الجماهير طبعا شايفها الكلان الكبير والاسم الكبير بيعاني بيصارع طبيعي جدا اللي بحصل لكن إن شاء الله الفترة اللي جاية الواحد متفايل خير اللي يازم بفيه تفاول عندنا إن شاء الله عندنا إسرار إن شاء الله أن نعدي المرحلة دي بإذن الله ومضوع مش مستحيل يعني مضوع سهل إن شاء الله بإذن الله كلمة قاسية أوي لما يتألك هو يا كابتن والإسماعيل هايهبط ولا إيه؟ أعتقد أنت ككابتن حمص ما تقبلهاش أصلا صح؟ أكيد طبعا يعني أنت الإسماعيل طلوعهم معروف يعني بنتكلم بأهل زمالك إسماعيلي دايما منافسة يعني بينهم هم التلاتة إسماعيل آه بطلطه مش كتير لكن بينافس بيقدم كرة كويسة بيقدم أداء بيقدم نتائج طبعا شيء صعب يعني هو الموضوع بدأ من السنة اللي فاتت إسماعيلي جي السنة اللي فاتت في نهاية الدوري كان موقفه كان صعب جدا السنة دي من البداية إسماعيل بيمر بظروف صعبة جدا لكن إن شاء الله الواحي متفاعل خير ندي إسماعيلي تاريخيا لا اسم كبير وكان كبير إن شاء الله يعني بعيد عن الهوط إن شاء الله